اشتركوا في القناة يتعالى تجيز التصعيد اكثر وتتبضح بعض النوايا الاسرائيلية في الرد على صواريخ طهران التي طالت تل أبيب حيفا ويبدو انها واسعة وستصل الاماكن الاكثر حساسية للدولة الايرانية كشفت القناة الثانية عشر الاسرائيلية عن بنك الاهداف الاولية للرد على طهران مؤكدة ان تل أبيب تدرس السهداف المجمع الرئاسي الايراني ومقر المرشد الايراني علي خامنأي ومقر الحرس الثوري الايراني اضافة لمشاءات نفطية مؤكدة ان الضربات الواسعة التي تتحضر قد تطول ايضا اهدافا عسكرية رمزية كالقاعدة التي تم اطلاق الصواريخ منها في حين لم تؤكد القناة الاسرائيلية موعد تنفيذ الاهداف المرسومة الا انها جزمت في اتخاذ قرار الرد وما تبقى يندرج ضمن الدراسات وهذا ما اكده نتنياهو في تعليقه على الحادثة لقد ارتكبت ايران خطأا كبيرا وسوف تدفع ثمنه النظام في ايران لا يفهم تصميمنا على الدفاع عن انفسنا وتصميمنا على الانتقام من اعدائنا اجراءات الجيش الاسرائيلي وافراغ حمولته التي قد لا تتأخر كثيرا عن موعدها بحسب التنبؤات تجري بالتنسيق مع واشنطن ضمن اجتماعات عقدت في مقر وزارة الدفاع الاسرائيلية بحسب ما اعلنته هيئة البث وهذا ما جرى ايضا مع دول وصفتهم بالصديقة اذا يتسارع زمن التصعيد في المنطقة كزرعة الصواريخ التي تطلق في اجوائها وتتوسع رقعته مع كل ضربات يطلقها اي من الاطراف مع انتظار الفتيل الذي قد تشعله تل ابيب في حال ردها القوي واغتيال شخصيات قد تفجر التصعيد الى حرب اكثر شراسة حول هذا الموضوع رحب بضيفي اللي وعدنا نضمير الباحث في اشؤون الامنية والسياسية من رامالله ايضا رحب بالدكتور بسام نعموش الاكاديمي والمحلل السياسي ووزير سابق من عمان مرحبا بكم سأبدأ معك دكتور بسام اذا كل احتمالات الرد الاسرائيلي على ايران على الطاولة الان لكن رفع التحذيرات الاسرائيلية في الساعات الاخيرة هل تنظر ربما باقتراب الرد الاسرائيلي ام ماذا؟ اظن ان اسرائيل قد قررت ضربة ولكن هم بتكلموا عن التوقيت فقط يعني هل هو في هذه الليلة او في النهار غدا صباحا توقعيا هم يتوافق مع سبع اكتوبر ربما يكون في هذه الليلة او صباح المبكر غدا اما القرار بالضرب تخذ من قبل امريكا ومن قبل اسرائيل وكان الخلاف انه هل هو رد المزلزل كما يستخدم الايرانيون في تعبيراتهم الاعلامية ام هو الرد الذي اراده بايدن بان يكون ردا يعني ملفتا ولكنه ليس مدمرا وحاول ان يقول لا تذهبوا باتجاه المنشآت النووية ولكن يذهبوا الى المنشآت النووية طبعا اسرائيل ليست دولة تتلقى الاوامر من الخارج بل رئيس وزراءها يعني هو يحاكم المرشحين الامريكان من يقدم له اكثر ولهذا برز المرشح الاخر ترامب ليقول عليهم ان يضربوا المنشآت النووية ولما تكلم الرئيس الفرنسي حول لبنان والهجوم الاسرائيلي يعني ما وفره نتنياهو وقال العار عليك يعني نحن سننتصر سواء كنت معنا او لم تكن طيب وبالتالي اي ماذا يمكن ان تكون مؤثرة تصريحات ترامب وتشجيع اسرائيل بضرب المنشآت النووية ترامب يستخدم هذا من اجل ايضا يكسب اصوات اليهود ومن يعني ينف لفهم ولكن الضربة قادمة وانا اظن انها ستكون ضربة موجعة والايرانيون اكيد يأخذوا حذرهم اذا ضربوا مكان المرشد فلن يكون المرشد في ذلك المكان لكن رمزية الضرب لهذا المكان واسرائيل اكثر من مرة دخلت على ايران سواء كان بطائرات او عبر عملاء ونفذت عمليات اغتيال في وسط طهران فليس بعيدا هذا ان يتم واظن ان ايران لا تستطيع الرد بصورة مماثلة لان ايران ليس خلفها دول كبرى تقف معها وبالتالي سيكون هناك رد يغازل الاراء الشعبية اننا موجودون واننا نستطيع ان نرد وما الرد السابق على ما جرى في جنوب لبنان الا رد ليقوى يقال اننا نستطيع ان نفعل شيئا ولكنه على ارض الواقع لم يقتل اي اسرائيلي بينما الردود الاسرائيلية مدمرة سواء كانت في غزة او في لبنان او فيما اتوقع سيكون في طهران طيب الكل يترقب لتوقيت وشكل الرد الاسرائيلي لواء عدنان على ايران برأيك كيف او ما حجم الرد الاسرائيلي المتوقع حتى الان مساء الخير لك وللضيف الكريم دكتور ابراهيم بداية لا بد من الاشارة ان القرار قد اتخذ في الدوائر الاسرائيلية سواء كان في المجلس الوزاري المصغر لمسمى بالكابينيت الحربي او سواء كان في المجلس الوزاري الاوسع قرار الرد اكيد هذا الرد سيكون محسوبا كما الردود الايرانية كانت محسوبة وابلغ عنها قبل بحسب مقال الايرانيين انهم ابلغوا الروس والامريكان قبل بساعتين الى ثلاث ساعات من انطلاق المسيرات والصواريخ الايرانية في الضربة الاخيرة او في الرد الاخير الذي جرى ايضا الرد الاسرائيلي باعتقادي سيكون بالمقابل ردا محسوبا منسقا مع الادارة الامريكية يعني نفهم بان الرد الاسرائيلي سيكون لوعدنا عذرا المقاطعة الرد سيكون شكلي فقط لحفظ ماء الوجه لدى اسرائيل لن يكون الرد مباشر كما فعلت ايران هكذا تقصد؟ لا 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 سيكون رد كبير لكن هذا الرد محسوب انا اتوقع ويعني لدينا مؤشرات بان الولايات المتحدة من خلال ادارة بايدن عارضت ضرب المفاعلات النووية اضافة الى ان المفاعلات النووية الايرانية موجودة في اماكن في الجبال على عمق بين 60 الى 100 متر وهذا يعني انها بحاجة الى قنابل من نوع ثقيل جدا وهي تمتلكها الولايات المتحدة لوحدها اللي هي قنابل جي بي يو 57 وهي التي تستطيع ان تنزل الى مستوى 60 متر واذا كانت بد يكون في ضرب المفاعلات النووية التي حضرت من الولايات المتحدة هذه القنابل او هذه المتفجرات هي بيد الولايات المتحدة وضربها باذن من الولايات المتحدة ستكون التي ضربت في هذه الحالة هي الولايات المتحدة الامريكية من اجل ذلك قالوا للاسرائيليين لا تقتربوا من المستوى النووي في ايران ولأسباب سياسية اخرى ليس المجال ايضا لان نأخذ بها لكن بتقديري سيكون هناك ضربات قوية في موانئ النفط في ميناء خرج في ميناء بشاور ميناء خرج هو او جزيرة خرج وهي عبارة عن اكبر تجمع للتصدير والتي يخرج منها يوميا بمعدل 2 مليون برميل من النفط ويخرج من كل ايران 3 مليون و 200 ألف 3 مليون و 300 ألف برميل يوميا هذه الجزيرة لوحدها جزيرة خرج يخرج منها 2 مليون باعتقادهم سيضربوا المنشآت الاقتصادية سيضربوا منشآت في البنى التحتية ممكن ان تكون محطات كهرباء وممكن ان يضربوا ايضا ما تطرق الي التقرير بصورة رمزية لان القيادة الايرانية لن تكون في مقراتها هذا اكيد والضرب سيكون رمزي باننا نستطيع ان نصل الى هذا المكان والى ذاك المكان باعتقادي ان الضربة اتية لا محالة لا اعتقد انه في ليلة 7 اكتوبر ممكن يقوموا فيها الاسرائيليين يعتمدوا على العمليات الاستخبارية اكثر من اعتمادهم على العمليات المنظمة وايران عندها تجربة مع الاسرائيليين في قضايا العمليات الاستخبارية عندما اعتقلت احد العلماء الايرانيين وحققت معه في طهران وحققت مع اثنين عقدة والموساد قام بتصوير هذا الفيلم وتوزيعه ولم تنكر ايران ذلك على فكرة هذا العمل الذي الان تكتيكيا تتفوق في الاسرائيل على خصومها العمل الاستخباري التكتيكي ما حصل في لبنان على حزب الله واضح تماما مستوى الاختراقات الاستخبارية والعمل الاستخباري سواء في البيجر او سواء في معرفة القيادة في اي وقت تجتمع وفي اي وقت تلتقي ومن هم وتقوم بضرباتها باعتقادي سيكون ضربات مبنية على معلومات استخبارية لدى ايران واعتقد انه الواقع الايراني مخترق اكثر من الواقع اللبناني في المستوى الاستخباري نعم دكتور بسام وبالتالي تعقيما على هذا الكلام وحضرتك قلت قبل قليل انه سيكون رد قوي هل ايران فعلا تتجهز او تتوقع رد اسرائيلي قوي خاصة بالاشارة الى تحريك حديث عن تحريك ناقلات نفط وايضا حديث عن نقل خامنئي الى مكان امن ما هي التجهيزات هل تتوقع اي ردود اسرائيلية قوية ايران انا متأكد ان الايرانيين يعرف ان الرد قادم وانه سيكون ردا قويا وان نتنياهو تحديدا هو يبحث عن النصر فسجل نقطة اغتيال اسماعيل هنية واغتيال حسن نصر الله والقيادات في حزب الله في جنوب لبنان والان المثلث الاخر للنصر اللي هو ان يضرب العنق الايراني وربما كما قيل رمزية مقر الخامن هذه ايضا مؤشر كبير جدا الايرانيون لا يستعجلون في العمل سيبتلعوا جراحهم ثم يفكروا وسيقولوا سنأتي بالرد يعني احنا لما رأينا الضرب الاسرائيلي لحزب الله في جنوب لبنان كانت هناك مشاغلة ولحد الان ما في يعني الا لملمة الجراح الا صواريخ مستمرة لانه اصبحت لا مركزية بل حزب الله الان بدون قيادة فايران كدولة لن تكون هناك عملية اشتباك مباشرة هم سينتظروا الضربة ان يأخذوا احتياطات لها ولكن بعد تخليم الضربة اذا كانت هذه الضربة هامشية لانهم لا يريدون ان يدخلوا في مواجهة مع الولايات المتحدة وهم يروا البوارج الامريكية قد اختربت من المنطقة وبالتالي البوصلة بالنسبة للارانيين المحافظة على النظام الحاكم في ايران اما الردود فستكون هناك ردود اخرى من الايرانيين لكن ربما على طريقة بعد اغتيال اسماعيل هنية قالوا الرد مزلزل ولم يكن مزلزلا فهنا ايضا من الممكن ان يكون هناك ردود للامتصاص وليزالة اسرائيل او اغتيال قادة اسرائيليين اسرائيل تعلن عن اماكن التي يمكن انتصر اليها ولكن ايران لا تعلن عن شيء من ذلك بل حتى لم يقتل مواطن اسرائيلي في الرشقة الاولى لايران التي مرت من فوق الاردن قتل طفل من عرب السبع فهل الهدف مجرد تسجيل موقف ام التأثير سنرى الضربة الاسرائيلية ونحن في كل الاحوال لا يمكن ان نصطف مع الصهاينة لكن نقرأ ما يجري الضربة الاسرائيلية جادة الضعبات الايرانية التي سبقت لم تكن فاعلة بكل معنى الكلمة ولهذا ربما هم يريدوا ان ينتظروا ما طبيعة هذا الرد هل سيأخذ برأي ترامب ام يأخذ برأي بايدن هل سيشترك الامريكان مباشرة في الموضوع وأظن ان الايرانيين لما الاسرائيليين لما تحدثوا عن ضرب موجة فهم قد حصلوا على الموافقة الامريكية وحضور البوارج الامريكية هي اكبر تأييد لهذه الضربات طيب اليوم كونك ذكرت ادارة بايدن اذا اردنا الحديث عن الخطوط الحمر لدى ادارة بايدن بالنسبة لادارة بايدن يعني ادارة بايدن هي تعد اياما ثم سيدخل الناس في امريكا الصوت الداخلي يتحدث عن انتخابات وسباق التصريحات بين بايدن وبين مرشحة الحزب مع ترامب ترامب هو يصطاد في الماء العكر وهو يريد أن يجمع لأنه مخترب في الاسوات مع كاملة هاريس في السباق فربما هذا الذي قاله على اسرائيل أن تضرب النووي هو يغازل اسرائيل لأن اسرائيل دوما هي تقول لا يجهوز أن يكون هناك سلاح نووي موجود في المنطقة إلا السلاح الإسرائيلي وبالتالي لابد هي فرصة لانقضاض على هذا أنا في تقديري أن نتنياهو لن يأخذ باقتراح بايدن في ضرب المواقع النفطية هذه قد تأتي بالطريق ولكن الشيء الأساسي الهدف الاستراتيجي لإسرائيل هو أن القضاء على المنشآت النووية الإيرانية وهذا حتى لو لم يقتل فيها أحد يعني يكفي أنك تدمر هذا المشروع وترجعه إلى 20 سنة إلى القلب طيب رواع عدنان اليوم هناك حديث عن أن إسرائيل وضعت بنك أهداف داخل إيران هل ممكن بتقديرك أن تقوم إيران بضرب هذه الأهداف أعتقد بأن الإسرائيليين قبل ما أقول للجملة يجب أن يشار يعني قبل أن أجيبك يجب أن يشار إلى مسألتين المسألة أنا أعتقد بأن إسرائيل هي شركة أمن أمريكية وهي لا تستطيع أن تفعل ما تفعل دون الموافقة الأمريكية بايدن خلال الانتخابات يريد أن يتهرب من هذه المسؤولية لكن هذه المسؤولية تلاحق أن إسرائيل هي شركة أمن أمريكية تعمل كيض ضاربة المخطط الذي اتفق عليه بايدن مع نتنياهو ومجموعة المتطرفة هو ضرب أذرع إيران في المنطقة وليس ضرب إيران في الوقت الذي كان به نتنياهو طول الوقت من ثمان سنوات يحاول أن يجر الولايات المتحدة إلى ضرب إيران وكان هدف الأكبر دائما وخلافه مع الأمريكيين حتى ترامب حتى في فترة ترامب ترامب رفض أن يستجيب لطلب نتنياهو بضرب إيران اليوم يقول هو ما يقول بالحملة الانتخابية أعتقد أنه لا إيران ولا أحد الآن على جدوى الأعمال الحزب الديمقراطي ولا الحزب الجمهوري لكن الهدف الأساسي الذي تتفق عليه الدول الأوروبية وأمريكا وإسرائيل هو ضرب أذرع المنظمات المسلحة التابعة لإيران في المنطقة وإنهاءها سياسيا وعسكريا هذا الموضوع هو الأساس أما إيران فتغيرت لغتها كثيرا اتجاه الإيرانيين اتجاه الأمريكان في الأسبوعين الماضيين والرئيس الإيراني سمى الأمريكان الإخوة وحكى بمنطق الأخوة وانتهت قضية الشيطان الأكبر وهذا يشير إلى مستقبل أنه ممكن أن تكون إيران في وجه التحالفات الجديدة التي قد تظهر بعد الحرب لأنه دائما بعد الحروب تنتهي دول وتظهر دول وتتقسل دول وتنتهي أحلاف وتظهر أحلاف هيك الحروب الكبيرة وأعتقد أن ما نمر فيه هو حرب كبيرة على القضية الفلسطينية على لبنان تحت مسميات كانت تنتظر دولة الاحتلال أن تجد ليس فقط المبررات التي تعطيها شرعية دولية والتي عبر عنها نتنياهو أخيراً أنه لو لم يكن سبع أكتوبر الذي يصادف غداً ما أخذنا الشرعية الدولية في ضرب غزة وفي الوصول إلى ما وصلوا إليه شكراً هذا موضوع يعني يشار لكن هل هناك فعلاً بنك أهداف نعم أنا برأيي ما ظهر في لبنان أخيراً في تدمير لبنان تحت اسم ملاحقة حزب الله أنا باعتقادي على أرضية الاستقبارات وعلى أرضية المعلومات الأمنية والحرب التكنولوجية الاستقبارية سيرظهر ذلك أيضاً في الضربة الإسرائيلية شكراً جزيلاً لك ضيفي من رامالله الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية اللي وعدناً ضميري وأيضاً أشكر ضيفي من عمان الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور بسام الأعموش كنت معنا من عمان شكراً جزيلاً لكم شكراً لكم مشاهدين على طيب المتابعة ختموا سوريا اليوم تفاصيل أو فتجدونها على موقع ديفوزيون سوريا إلى اللقاء بأمان الله شكراً لكم شكراً لكم